وفي الوقت الذي تأتي فيه هذه التصريحات أعلنت السلطات الأوكرانية عن إصابة أربعة أشخاص جراء قصف روسيا استهدف قاعدة يافوروف العسكرية في منطقة ليفيف غربي البلاد السلطات أوضحت بأن القصف وقع جراء ستة صواريخ استهدفت القاعدة انطلقت من البحر الأسود نجحت انظمة الدفاع في اعتراض اثنين منها كما أعلن الجيش الأوكراني عن استهداف منطقة تيرنيجوف شمالية البلاد بصواريخ أطلقت من بيلاروس الجيش لفت إلى عدم سقوط ضحايا جراء القصف الصاروخي الروسي الذي وصفه بالمكثف موضحا بأن عشرين صاروخ استهدفت قرية ديسنا عبر إطلاقها من أراضي بيلاروس جوا وكانت السلطات الأوكرانية حذرت من استخدام روسيا لأراضي بيلاروس في حربها ضد أوكرانيا وبينما تتوصل التصريحات الأوكرانية حول تقديم المزيد من الدعم الغربي إليها بحث قائد القوات المسلحة الأوكرانية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية المساعدة الفنية الدولية للقوات الأوكرانية رئيس هيئة الأركان المشتركة الأوكرانية شدد على ضرورة تحقيق التكافؤ في الأسلحة مع روسيا لافتاني لأن ذلك سيسمح لكييف بتثبيت الوضع في منطقة لوغانسك الأكثر تهديدا وذكرت شبكة سيني النقلا عن مسؤول دفاعي الأمريكي كبير بأن أربعة أنظمة هيمارس الصاروخية عالية الحركة وصلت إلى أوكرانيا لافتاني لأن الدفعة الثانية منها ستصل بحلول منتصف يوليو المقبل وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت بأنها ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا تقدر قيمتها بما يصل إلى 450 مليون دولار اشتركوا في قناة السرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا هاني الحجازي